في قرار اعتبره سكان حي العزوني بالدورة فجائياً بسبب هدم جزء كبير من مصال الحي لبناء شالهات مكاملة لمدرسة عمر عشور الأشغال انطلقت حالياً رغم بداية الموسم الدراسي قبل أسابيع كان هنا مصالة هدموا هنا على جلتيرة هذه كان لكي يحطوا شالية لدرسة لكي يقرأ نرمان شالية هاي اللي كان ليس باس الدافع من نحو غير الجرب ويدروا لي لشالي الدراس كي جاءت دخلتها وقت دخلتها دخول المدرسي شابوا الاشي كلش موجود حسنا كنا كنا خدمنا درنا هذيك لابلاتفورم درنا الحاجة على الموصلة هذك كم اللي اسم الأمور تعاناً ألقاوها واجداء قال لكي نحطه هنا ليشالي كما درنا القينار وحنا مغلوبين سكان الحي رون أن الحلول كانت متوفرة لدى السلطات لتجنب هدم الموصلة لكن التعنت حسبهم في اتخاذ قرارات عشوائية هو من أزم القضية ها لكي زاكيزي اللي دومون على ديال بلاصة هذي وفلافينت كونت قال لكي نقسموها نما عليش تمام المسيد فايدة والمسجد فايدة في زوج فايدة لنا وبعد لالة نزيدو ندوكم منها ندو سيامتر وبعد لالة نزيدو شوية هم حابين يدوها كمبلة يديروها للشاليات بناء مصلا أخر لسكان الحي قد يقلل من معاناتهم بعد اضطرارهم لتنقل عدة كيلومترات لأداء صلواتهم اشتركوا في القناة